ولسوكاتكو عالموضوع ده كمان كان غلط انا كلمت ايجي تلاتين مرة وولا مرة ردت علي وفي الاخر عملتلي بلوك حاضر يا طب حاضر حاضر هصبر عشان خاطرك انت بس مش مع السلام انت ايه عايش اتجسس بس دلوتي ولا ايه انا بدأت اخاف منك عشان من ساعة مارجعت اكلمه تاني وهو بيحاول يزبط معاه بقى اي طريقة لأ او ناحية تانية بقى بيكلم اهل البنت عشان يزبط معاه معادة الخطوة الودة رهيب في المفقون في حياته عظيم مالك وانا ممكن اسألك سؤال ممكن تسأليني سؤال اهو انت ليه طلقت مراتك هو ده السؤال لازم السؤال ده مالحاجة يا ستة هي اللي طلب الطلاقة لا اكيد اي ستة لما تتدقى شوية ممكن تطلب الطلاقة عادي اكيد انت اللي دقيقتها او عزبتها عزبتها هو انت شايفيني شرير قوي كده طب ايه اللي حصل هايدي البنت الوحيدة لامها وابوها فمتدلعها زيادة عن اللزوم همها الوحيدة ان هي تعمل بس اللي هي عايزها حتى لو كان هيئزين انا وبنتي مش مهم مهم تكون هي صح بس مونت كنت بتحبها ما نكرش ان انا حبتها طب وهي لا هي كانت بتحبني بس بشكل مختلف شوي مختلف ازاي بيقولوا عليه حب امتلاك حب امتلاك لازم كلامها هو اللي يمشي لازم هيئة اللي تكون مسيطرة على كل حاجة لازم كل حاجة تكون تحت ايديها هي دي هايدي باختصار يا طب مش كايز دا كان اهتمام زيادة او انت بس ما عرفتش الموضوع دا من بدري لا في فرق كبير او يا ليلى ما بين دا و ما بين دا في فرق ما بين ان واحدة بتحب بنا ايادا فعايزا يبقى قدامها مبسوطة بيه فرق ما بين واحدة عايزا اللي قدامها دا يكون موجود تحت اي ظرفة بقى مش مهمة زعلان متدايق قرفان تحت اي بند المهم ان هي عايزة انه يكون قدامها مش مهم هو يكون بيحس بقى طب مش يمكن انت ما في امتهاش و ما معرفتش تتعامل معها انا عملت كل حاجة الليلة ممكن تجي في اتنائك و ممكن تتخياليها تكلمت معها كتير جدا لدرجة ان انا عملت حاجة انا ما بحبهاش خالص ان انا ادخل اهلي و اهلها في المشاكل اللي ما بيننا يمكن نحل حاجة بس لما وصلنا لطريق مسدود و مش هي اللي هتبقى مسيطرة طالب اتطلع بس طب انا اسفة لو كنت دايقتك او فكرتك بحاجات مش لطيفة تدايقتيني فعلا تركبيش مع العربية تاني يلا مش بنا تخلي بالك من نفسي واتشت ما تخليش حاجة تفوتك